أحمد الله تعالى أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء وأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا صلاحا لنا في أنفسنا وبركة لنا في أرزاقنا وصلاحا لنا في ذرياتنا وفي نياتنا وأسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعله تقدمة لاجتماعنا نجتمع فيه يوم القيامة مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أيها الإخوة والأخوات يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع يوم القيامة إذا اجتمع الناس بين يدي الله تعالى وقاموا ووقفوا بين يديه وانتظروا الحساب هناك سؤال يقع على جميع هؤلاء الناس ذكر بعضها العلم أن السبعين ألفا الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب قال إنهم لا يسألون هذا السؤال هذه الأسئلة الأربع وقال بعضهم كذلك الأنبياء لا يسألون وقال بعضها العلم بل كل الناس يسألون هذه الأسئلة الأربع وكل إنسان أيها الإخوة إذا علم أنه سيقف أمام الله تعالى وسوف يسأل أسئلة محددة يعرف من اليوم ما هي هذه الأسئلة ويعرف أيضا طريقة الإجابة عليها هذا ينبغي له أن يستعد لهذه الأسئلة كيف يجيب عنها؟ كيف يتعامل مع الموقف عندما يسأل هذه الأسئلة الأربع؟ قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة يعني لا تتحرك إلى جنة أو إلى نار إلا بعدما يسأل هذه الأربعة أسئلة قال حتى يسأل عن أربع ما هذه الأربع؟ قال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به هذه الأسئلة الأربع تعالوا اليوم نتكلم كيف تستطيع أن تجيب عنها الإجابة الصحيحة؟ نجاة الإنسان يوم القيامة مقيدة بالإجابة الصحيحة عن هذه الأسئلة الأربع تعالوا اليوم نبحث نطرح كل سؤال منها في ربع ساعة ونتكلم عنه حتى ننتهي خلال ساعة من إجابة هذه الأسئلة الأربع أنت إذا استعديت من اليوم لإجابة هذه الأسئلة الأربع استطعت يوم القيامة أن تجيب عنها أول هذه الأسئلة قال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أولها قال عن عمره فيما أفناه العمر هو الذي يمر على الإنسان منذ أن يولد إلى أن يموت ولقد جعل الله تعالى أعمار أمتنا أقصر من أعمار الأمم السابقة ولذلك نوح عليه السلام لبت في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما هذه فترة الدعوة فقط ألف سنة إلا خمسين عاما فما بالك كم عاش نوح قبلها وكم عاش بعدها الله أعلم كم عمره ولذلك حتى لوط وإبراهيم وشعيب وصالح وهود وغيرهم من الأنبياء كلهم كانوا يعيشون أعمارا طويلة إلا أمتنا جعلها الله تعالى أقصر أعمارا من الأمم السابقة حتى ذكروا أن رجلا من السابقين يعني رجلا حكيما عالما مر بامرأة تبكي على ولدها الذي مات فسألها قال لماذا تبكين عليه قالت أبكي عليه مات صغيرا ما تمتع بالحياة قال كم عمره ولدك لما مات قالت صغير قال كم عمره قالت خمسمائة عام طبعا خمسمائة عام بالنسبة لهم قصيرة تعتبر مثل لما تأتي مثلا إلى شخص يعيش بين أغنياء كثير فيقول لك أنا فقير لا أملك إلا مثلا خمسين ألف ريال فتقول له بالعكس خمسين ألف ريال يعتبر رقم جيد فيقول لا أنا بالمقارنة مع غيري لا يعتبر شيئا فالمرأة تقول يعني أنا عمري ألفين ثلاثة ألاف سنة وأبوه عمره ستة آلاف وأخوه الكبير عمره أربعة آلاف وأبناء جيراننا ولدي فقط خمسمائة سنة ومات تقول مات صغيرا ما تمتع بالحياة فقال لها اصبري فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين الستين والسبعين قالت والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجزة واحدة إيش ستين سنة وسبعين سنة ولذلك العمر سألوا نوحا عليه السلام عند وفاته قالوا له كيف رأيت الحياة فقالوا والله كأنها بيت دخلت من باب وخرجت من الباب الآخر قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما ثم رأوا أن اليوم قليل قالوا أو بعض يوم فاسأل العدد وقال الله تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا كم ساعة ساعة من نهار بلاء فهليه لك إلا القوم الظالمون ولذلك العمر أن تتراه طويلا لما يقال والله فلان عاش تسعين سنة عاش مئة سنة لكن هذا الطويل كما قال الله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعودون هذا العمر الذي يمشي على الإنسان يسأل عنه يوم القيامة يسأل عنه يسأل عن كل ساعة مرت عليك أنت جلست بين المغرب والعشاء ماذا فعلت؟ أنت من بعد صلاة العشاء انتهيت الساعة السابعة وما نمت إلا الساعة الحادية عشر هالأربع ساعات هذه كيف مرت عليك؟ طيب أنت استيقظت الساعة سبعة الصباح وذهبت إلى عملك ثم رجعت إلى كذا كيف قضيت الوقت إلى الليل؟ يسأل عن كل لحظة مرت عليه وكلما كان الإنسان أعطاه الله تعالى في عمره صحة وشبابا وقوة صارت الأسئلة عليه أشد ولذلك الناس أحيانا إذا مرضوا شعروا أحيانا بطول الوقت عليهم لكن إذا كان في صحة ونظارة وغنى كما قال علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء جد مفسدة ولذلك إذا رزق الله تعالى الإنسان صحة وقوة زيد عليه في السؤال موسى عليه السلام لما رأى رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل المبيل ثم قال ربي اغفر لي ثم قال بعدها ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين أنت يا ربي أنعمت علي بقوة لن أستعمل هذه القوة في مظاهرة ومناصرة المجرمين ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ولذلك إذا تأملت وجدت أن الله تعالى أعطى الناس أعمارا أنت قد تعيش خمسين سنة مئة سنة ويعيش غيرك كذلك لكن استفادتك أنت من الخمسين سنة أو المئة سنة استفادة كاملة لأن صحتك معك أما هو فيعيش الخمسين سنة أو المئة سنة لكنه لا يستطيع أن يستفيد من أيامه ولا من أوقاته لأن الله تعالى قد أخذ صحته واذهب اليوم إن شئت إلى بعض الأماكن التي فيها المرضى لترى أقواما مضى له عشرون سنة وثلاثون سنة وهو على فراشه أنا مرة ذهبت إلى مستشفى وهذا المستشفى فيه عادة المرضى الذين يطولوا مكثهم الذي يكون عنده مثلا كسر في الظهر أو مشكلة في النخاع أو كذا أو بعض المشاكل متعلقة بالجسم فتجد أنه لا يتحرك منه شيء أو يثقد أحيانا الإحساس في الجزء السفلي من جسمه من السر وأسفل أو أحيانا من تحت الرقبة ويبقى على هذا الحال سنين فزرتهم مرة وهم يحتاجون الزيارة يعني إذا احتسب الإنسان الأجر أيها الأفاضل ومر أحيانا على المستشفى ومر على هؤلاء المرضى وسلم عليهم بعضهم يكون صار له عشر سنوات وأكثر وأهله أحيانا يزعرونه في البداية كل يوم كل يومين ثم تتحول الزيارة الشهرية ثم تزيد عن ذلك فأنت إذا زرته أجرت فالشاهد مررت بإحدى الغرف وإذا الهاتف يرن فرأى يعني رأاني وأنا أمشي وما يدري يعني من هذا فقال لو سمحت لو سمحت فدخلت عليه قلت سلام عليكم قال بالله الحق السماعة يعني أدرك السماعة أرفعها قبل لا ينتهي عن الاتصال فرفعت السماعة قال لي حطها عند إذني فوضعتها عند أذنه قربت المخدة كده تمسك السماعة فهو ميل رأسه شوي لأنه لا يستطيع أن يتحرك فيه إلا الرأس فقط وتكلم كلمتين يبدون المتصلة إمرأة إما أم أو أخت أو ربما زوجه يعني أو كذا كيف حالكم كيف حالك يعني كلمتين لأن الأخبار هو ليس عنده أخبار جديدة فيأخذ فقط أخبار تكلم يمكن دقيقتين أو أقل ثم أبعد رأسه وقال يا شيخ رجع السماعة فأخذت السماعة ورجعتها مكانها ثم قلت له منذ متى وأنت على هذا الحال قال أنا يا شيخ عمري الآن ثمانية وثلاثين سنة وأنا منذ ثمانتعشر سنة ثمانية عشر سنة على هذا السنة لما كان عمر عشرين أو تساتعاش صار لحد وسبحان الله وأصيب بهذا الشلل التام هذا سيسأل يوم القيامة عن عمره فيما أفنى لكن ماذا سيقول يقول يا ربي أنا مريض يعني لن يوجد في صحيفته أنه خلال عمره ضرب فلانا أو أكل مال فلانا أو سب فلانا أو تعرض لعرض فلان مثلا أو استمع إلى حرام أو شرب حراما أو هو على هذا السرير يأي غالبا أيضا الأطعمة التي يعطونه شربة أو حليب أو شيء من هذا يتمنى الإنسان يوم القيامة ولو ركعتين يزيدها في أعماله ولو حسنة ولو تسبيحة أو تحميدة ما دام أن العمر الآن بين يديك إذا سئلت يوم القيامة عن عمرك فيما أفنيته سوف تخجل أنك تقول والله يا ربي هذه الخمس دقائق ما ودي أسأل عنها لأنني مثلا كنت أغتاب فيها فلانا ولا كنت أسب وألعن فلانا أو كنت مثلا يعني أحدث مشكلة بين فلان وفلان أو كنت أنظر إلى حرام أو ذهبت إلى البلد الفلاني ودخلت في الشيء الفلاني يا ليتني يعني كأن لما يعرض أمامك عمرك تتمنى أنك تنظفه هل ليلة هذه سوداء والله ما ودي أسأل عنها وهل الساعة سوداء مدام أنها الآن لا تزال أنت في المهلة وإلى الآن ما سئلت استغفر مما مضى واعزم أن العمر الذي باقي إذا سألك الله تعالى عنه ما وجد إلا أشياء مباحة جلس مع أولاد جلس مع أصدقاء وضيف أشياء مباحة أو أن يجد طاعات لكن انتبه أن تعبئ في هذا العمر إذا سئلت أن تعبئ فيه مظالم للآخرين أو أشياء محرمة أو نحو ذلك إذا علمت أنك ستسأل عن عمرك عندها انتبهت لهذا قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع قال عن عمره فيما أفناه وأيضا ينبغي أن تؤصل هذه القضية في أبنائنا يعني لا يقول الإنسان أحيانا يرى من يضيع وقته في بعض الأمور ثم يقول هذا لا يزال صغيرا يصل عمره خمسة عشر سنة وهو يعني منفلت في عدد من الأشياء ثم يصل عمر الولد إلى ثمانة عشر سنة وإلى عشرين سنة وأكثر ونحن لا نزال والله لا يزال صغيرا من قال لك أنه لا يزال صغيرا إذا كان القلم مرفوعا عنه وهو صغير فإن قلم التكريف يجري عليه إذا وصل عمره إلى خمسة عشرة سنة عندها يكون ما يفعله هو من عمل يحاسب عليه كما يحاسب عليه غيره ولذلك أهل العلم استثنوا ممن يعني لا يؤاخذ على أفعاله قالوا إذا كان دون سن التكليف وسن التكليف الشرعي هو مع البلوق قد يبلغ عمره أربعة عشر سنة يبلغ وهو أدنى من ذلك إذا وصل عمره إلى خمسة عشر سنة معناه خلاص جرى عليه قلم التكليف يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فلم يجزني يعني عرضت عليه لأشارك في القتال فلم يجزني لأن عمري أربعة عشر سنة قال فعرضت عليه في يوم أحد السنة التي بعدها بدر كانت في السنة الثانية للهجرة وأحد في السنة الثالثة قال فعرضت عليه في السنة الثالثة في يوم أحد فأجازني لما وصل عمري إلى خمسة عشر سنة عده رجلا خلاص ولذلك حتى أبنائنا يعلمون يا ابني اصرف وقتك فيما هو نافع يا ابني ستسأل عن هذا الوقت الذي تضيع في كذا يا ابني حتى ينتبه لمثل هذا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بعدها وعن شبابه فيما أبله وفي رواية قال وعن جسده فيما أبله الشباب خصه بعد ما ذكر العمر لأن الشباب هو قوة بين ضعفين يقول الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف وأنت صغير تكون ضعيفا تحتاج إلى غيرك ربما يعني وأنت أبو يعني ستة أشهر أو سنة أو نحو ذلك لو الماء بجانبك وأنت مضطجع بجانبه أو جالس وعطشان وقد تموت من العطش تحتاج واحد بس يأتي ويرفع الماء إلى فمك خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة جعل يقوى ويعتبد على نفسه في طعامه وشرابه ولباسه وفي نومه استيقاضه في تجارته في اكتسابه جعل من بعد ضعف قوة الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء فكما أنك كنت ضعيفا في أول حياتك كذلك أنت سيعود إليك الضعف بعد ذلك ولذلك الشباب الذي هو قوة بين الضعفين بين ضعف الطفولة وبين ضعف الشيخوخة هذه القوة التي قوة الإنسان في بدنه قوة في ذهنه وفي فكره قوة في قدراته قوة في ماله في الغالب قوة في جسده قوة في كل شيء هذه القوة هذه المرحلة يسأل عنها المرحة بالحديث الآخر في الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام وعن جسده فيما أبلاه جسد الإنسان ألا يصرفه إلا في طاعه أعطاك الله تعالى قوة في جسدك أو سمعا أو بصرا أو ورسانا وأنفا وعينا ونحو ذلك لا يجوز للإنسان أن يصرفها في معصية ولو حرم الإنسان منها لم استطاع أحيانا أن يعصي الله تعالى به ولذلك يوم القيامة إذا رأى الكافر العذاب قال الله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا متى يقول هذا الكلام يقوله أيها الأكارم إذا قضى الله تعالى القضاء بين الحيوانات يقول عليه الصلاة والسلام يؤتى بالشاة الجماء والشاة القرناء الجماء التي ليس لها قرن والقرناء التي لها قرناء فإذا كانت القرناء نطحت الجماء في الدنيا يقال لها انطحيها مثل ما نطحتك في الدنيا لأن هذه ما عليها حساب ولا عقاب يعني ما عليها جنه نار وأتاها رسول في الدنيا هذا ليس لها ذلك هذا خاص بالبشر وبالجل فإذا قضي بينها بين هذه الحيوانات كلها قيل لها كوني ترابا عندها ينظر الكافر إلى هذه التي اقتص منها وانتهت خلاص وهو يرى النار تسعر عندها يتمنى الكافر لو كان في الدنيا حيوانا حتى يكون تراب مثلها ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لأنه يعلم أنه كلف ولم يقل بالتكليف يوم القيامة يخشى أن بعض الناس يتمنى لو كان أعمى لأن ما جاب له المشاكل في صحيفته إلا البصر والنظر الحرام يتمنى لو كان أبكم لأن ما جاب له المشاكل في صحيفته إلا اللسان يتمنى لو كان أصم يتمنى لو كان فقيرا ما عنده مال لأن سبب أكثر المعاصي في صحيفته الفلوس يتمنى لو كان ما عنده منصب لأن ما جاب له المشاكل في صحيفته إلا هذا المنصب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله يسأل الإنسان عن جسده وعن جسده فيما أبله ماذا فعلت بسمعك؟ عطيناك سمعاً ماذا فعلت ببصرك؟ عطيناك بصراً ماذا فعلت؟ خاصة إذا علمت أن الله تعالى حرم منها أقواماً وأعطاك أنت إياها أنا قبل أيام قبل قرابة الشهر تقريباً كان لمحاضرة في معهد للصم فمعهد الصم عادة إذا جئت تلقي محاضرة يضعون أمامك ميكروفون لما جئت ألقي ما في ميكروفون لأنهم لا يسمعوني ولا في سماعات أصلاً في الصالة أيضاً عندهم إنما فقط بجانبي واقف المترجم فالمترجم أنا أتكلم بصوت عادي هو يسمعني بجانبي وهو يؤشر إشارات ويفهمونها فتارة يضحكون وتارة يهزون رؤوسهم يعني يستمعون ويفهمون منه مباشرة وكانت أعينهم مركزة على المترجم وليس علي يعني ما يحتاجون أن ينظرون إليه ينظرون إليه كلهم كانت وجوههم لنا إلا واحد الله يكأنني أراه الآن جالس لأن كان بعضهم على الكراسي والأرض مفروشة فبعضهم الليمانهما كان جالس على الأرض هذا الشخص قد أعطاني ظهره ووجهه الواحد من هؤلاء الصم والأصم يؤشر ويحرك يده على هذا الشخص وأنا مستغرب ليش هذا معطيني ظهره طيب على أقل أنظر للمترجم إذا أنت ما تنظر إلي فلما انتهينا بعد ساعة سألت المترجم قلت يا أخي هذا ليش معطينا ظهره طول المحاضرة قال هذا لا يسمع ولا يتكلم ولا يرى كل الثلاث هذه ليست عنده الموجودين لا يسمعون ولا يتكلمون لكنهم يرون فهم عبر الإشارة يفهمون لكن هذا حتى النظر ما عنده نظر ما يقدر يشوف طيب كيف يستطيع أن يفهم هذا يفهم باللمس يفهمون المحاضرة باللمس جالس أمام واحد من هالصم اللي أصم أيضا جالس وجها لوجه فهذا الأصم ينظر للمترجم ويفهم الكلام كانت قصص من السيرة النبوية وكذا عن الأخلاق فكان يفهم الكلام ثم يبدأ يلمسه لمسات معينة يلمس يديه يلمس وجهه يلمس عينيه يضرب رأسه سبحان الله ويفهم هذا ماذا يقول له هذا الكلام ويتعلم قلت في نفسي سبحان الله لو شاء ربك كنت أيضا مثله قلنا لا لو شاء الله لا أخذ من هذا الجسد السمع والبصر واللسان وجعلك مثله ولذلك فاوت الله تعالى بين الناس في هذه القدرات لكن هذا التفاوت سيسألون عنه يوم القيامة وعن جسده فيما أبلاه ولذلك حرم أكثر أهل العلم العبث بالجسد قالوا أن جسدك ليس ملكا لك حتى تعبث به واحد جاء وقال أنا والله أريد أني أكبر أنفي لا والله لا بصغر أنفي لا والله بكبر عيني أبصغر عيني بأفعل كذا بشفتي بأفعل كذا أنا ببيع كليتي أنا ببيع مدري إيش أكثر أهل العلم يمنعون من ذلك إلا إذا كان لإزالة ضرر لإزالة تشويه واحد عنده أصبع زائت في اليد واحد عنده أصلا تشويه في الأنف أو في العين أو إذا كان لإزالة عيب جاس أما العبث فالجسد ليس ملكك الله تعالى أعطاك هذا الجسد لأجل أن تقيم به حياتك تذهب تأتي تكتسب إلى آخره لكن تبدأ بهذا الجسد تلعب به أو تتاجر به هذا محرم ولذلك حرم الله تعالى عليك أن تضر جسدك أيضا لو جاء واحد وقال أنا أريد أني أقطع أصبع من أصابعي أخي جسمي أفعل به ما أشاء نقول حرام الله سيسألك عن جسدك اللي أعطاك لو قال أنا والله أريد أني أفعل كذا بأذني أقطع شيء من أذني حتى يعني هذا موضة من الموضات نقول حرام عليك لا يجوز لك أن تفعل ذلك عن جسده فيما أبلا سيسأل عن هذا ولذلك حرمت الأشياء التي تضر الجسد الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم حرم الانتحار إن الله كان بكم رحيمة سيسأل الله تعالى المنتحر ليش انتحرت لماذا قتلت جسدك ليش قتلت نفسك ليش ويقول عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ يعني يطعن بها في بطنه في النار يوم القيامة أعطيناك لسانا كيف تعاملت مع هذا اللسان سيسأل عن جسده فيما أبلاه ثم قال عليه الصلاة والسلام وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه هذا المال الذي تقوم به الحياة والذي إن أراد الإنسان أن يتزوج يتزوج احتاج إلى المال إن أراد أن يعالج احتاج إلى المال إن أراد أن يدرس احتاج إلى المال إن أراد أن يأكل احتاج إلى المال إن أراد أن يلبس احتاج إلى المال إن أراد أن يحج ويعتمر احتاج إلى المال إن أراد أن يسافر احتاج إلى المال إن أراد أن يصل رحمه في الغالب يحتاج إلى المال أما في مساعدتهم وأما في السفر إليهم أو هذا المال الذي به قوام الحياة أمرنا الله تعالى باكتسابه والغني ممدوح عند الله تعالى ترى يا جماعة الفقر والمسكنة والحاجة التامة ليست ممدوحة في الشريعة الله تعالى يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقك مأمور لك تشتغل ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يتعبد في المسجد رآه في صلاة ثم في الصلاة الثانية رآه ثم في الصلاة الثالثة رآه تعجب عليه الصلاة والسلام هذا الرجل ما يطلع من المسجد يعني أبدا فسأل قال ماذا يفعل هذا قالوا يا رسول الله هذا فلان هذا عبادة دائما ما يتوقف عن عبادة يعني صلاة قراءة قرآن قال فمن ينفق عليه من ينفق عليه قالوا أخوه يشتغل وينفق عليه صحيح ما ما يشتغل لكن أخوه يشتغل وينفق عليه يرسل له أكل يرسل له لباس فقال عليه الصلاة والسلام أخوه خير منه إذن الشريعة ما أمرتك أنك تصحى من النوم وتمسك المصحف إلى الليل أطلع واشتغل مثل الناس النبي عليه الصلاة والسلام وهو بنفسه قابل نبوة عليه صلى الله عليه وسلم كان يشتغل كان يرعى الغنم لأهن مكة وكان يشتغل بالتجار عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم كذلك حتى إن أبا بكر لما تولى الخلافة كان قبل أن يكون خليفة كان تاجرا يشتغل في السوق ويذهب ويأتي ويبيع ويشتري فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وتولى أبو بكر الخلافة خرج من غد إلى السوق معه صندوقه فجاء عمر قال إلى إينا أبا بكر قال والله بطلع أشتغل في السوق قال طيب إذا جاءوا الناس يحتكمون عند الخليفة يذهبون يبحثون عنك في السوق مفترض أن الخليفة يستقر في مكان اللي عنده شيء يريد الخليفة يأتي إليه يذهبون يبحثون عنك في السوق قال فمن أين يأكل أولادي إذا أنا توقفت عن التجارة من أين يأكل أولادي قال كم تربح كل يوم كم يكفيك قال يكفيني درهم أشتري خبز وطعام قال فنصرف لك كل يوم درهما ودانك دانك يعني زيادة شوي على الدرهم مثل نصف الدرهم أو ربع الدرهم فكانوا يشتغلون ما قال الخليفة والله أنا خليفة لا يبقى أن الاشتغال والعمل يعتبر أجرا وطاعة بل لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام لو تفتحون النوافذ يا إخواني اللي عندكم يتحرك الهوى شوي النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جالسا مع أصحابه يوما فرأوا رجلا جلدا يمشي رأوه يعني يمشي في الطريق كذا في الصباح فلما رأوه قال بعض الصحابة يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله يعني يا ليتها القوة اللي في جسده تكون في الجهاد في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام إن كان خرج يسعى على صبية له صغار فهو في سبيل الله وإن كان يسعى خرج يسعى على شيخين كبيرين فهو في سبيل الله يقول الصحابة لا تضمنوا أن استعمالك لجسدك فقط في الجهات هو الذي تؤجر عليه خروجك يا أخي الصبح واكتسابك المال نقول لك أنت ليش تشتغل ليش تريد في آخر الشهر أنك تكسب ألف وألفين وثلاثة وأربع ليش؟ لن تقول والله أنا متعاطي مخدرات وأريد أني أجمع الفلوس حتى أشتري مخدرات ولن تقول والله أنا مد من خمر وأريدها الفلوس حتى أنا أفعل كذا أو تقول أنا أريد أني أقع في فواحش عشان كذا أنا آخر الشهر أخذها المال وأفعل به فواحش لو سألناك ليش تشتغل؟ ليش تطلع من الصبح وتعب نفسك وتمسك زحمة؟ ليش؟ ستقول والله أنا أسعى على صبية صغار عندي عيالي يدرسون ومصاريف أنا أسعى إليهم نقول هذا جهادهم في سبيل الله لو قلت والله أنا غير متزوج لكن أنا أعد نفسي أجمع فلوس أتزوج وكذا وأيضا أنا أرسل للوالد والوالدة مصاريف وأنفق عليهم أنفق على أخوي اللي يدرس أنفق على نقول هذا أيضا في سبيل الله اكتساب المال طاع اكتساب المال الحلال والشغل به طاع وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المبشرين بالجنة الذين كانوا يعملون في مثل هذا العمل كانوا يكتسبون ويشتغلون لكن إذا اكتسبه الإنسان يسأل من أين اكتسبته هنا يأتي السؤال ليست القضية في اكتساب المال اكتساب المال أمر حسن وقد كان السلف يعني الإمام أبو حنيفة مثلا رحمه الله كان تاجرا كان عنده محل يطلع ويلقي دروسه في المسجد ويطلع يفتح المحل الإمام مالك رحمه الله اشتغل بالتجارة أحمد بن حنبل أيضا كان يكتسب بأنواع من الاكتساب كان عدد من السلف اشتغلوا في أنواع من العمل ولذلك سمي بعضهم بالزجاج وبعضهم بالكسائي وبعضهم حتى في أواخر أسمائهم لأن هذا اشتغل بالزجاج هذا اشتغل بالأكسية يخيطها ويبيعها على الناس وكان الواحد محمد بن سيرين مثلا الإمام العابد كان يتاجر بالزيت ويشتري ويبيع ويعرف كيف كيف يعني يخفض في الأسعار ويزيد كانوا يشتغلون في هالأمور ما فيها حرج لكن الكلام من أين اكتسبه وفيما انفقه ولذلك ذمة الرهبانية التي كانت عند اليهود والنصارى اللي كان الواحد يقول أنا والله أبقى في صومعتي أصلي وأتعبد إلى أن أموت ولا أكتسب وأعيش على صدقات الآخرين هذا لا يجوز في الإسلام ولم يأمرك الله تعالى فقط بالاشتغال بالعبادة المفترض أنك تكتسب لكن الكلام يبقى في أمره من أين اكتسبه وفيما أنفقه عندنا يا جماعة أربعة أحوال مع المال إما أن يكتسبه من حلال وينفقه في حلال يعني جاء واكتسب المال من وظيفة أو اكتسب المال من تجارة أو من ورث حلال ثم أنفقه في حلال اشترى به لباسا اشترى طعاما صرفه في دراسته اشترى به سيارة اشترى به عطرا يتعطر به طعاما يأكله أنفقه في حلال أو تصدق منه أو نحو ذلك اكتسبه من حلال وأنفقه في حلال هذا واحد وإما اكتسبه من حلال لكن أنفقه في حرام اكتسب المال من حلال لكن أنفقه مثلا اشترى به سجاير دخل أو أنفقه في حرام اشترى به أشياء محرمة أو كتبا محرمة أو نحو ذلك الحالة الثالثة أن يكتسبه من حرام وينفقه في حلال يعني جاء اكتسب المال بالربا أو اكتسب المال بالغش أو بالسرقة أو نحو ذلك لكنه أنفقه في حلال أنفقه على أولاده أنفقه على طعامهم أنفقه في تسديد الإيجار ونحو ذلك فهذا بلا شك أنه آثم آثم في الاكتساب لكن غير آثم فيها النفقة ولذلك قالوا المال الحرام النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقول إن الله طيب لا يكبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال جل وعلا يا أيها الرسل كل من الطيبات وعملوا صالحا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى طيب لا يكبل صدقة إلا الشيء الطيب كما قال الأول هذا رجل كان يسرق من الناس أموالا ويبني بها المسجد فقال فيه الشاعر قال أنفقه من حرام وأنفقه في حلال وأسوأها أن يكتسب المال من حرام وينفق في حرام أيضا يعني هذا يتاجر في المخدرات فإذا اكتسب المال الحرام من هذه المخدرات أنفقها أيضا في حرام مثله فهذا هو ظلمات بعضها فوق بعض فهذا درس أن الإنسان يبحث كيف اكتسب المال وكيف أنفقه أقبل سعد نبي وقاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني مستجاب الدعوة وكان سعد كما تعلمون هو خال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر به ويقول هذا خالي فليرني مرء خاله كان يقول وروني خوالكم عندكم خال مثل خالي يفتخر به وسعد رضي الله عنه كان من أوائل من دخل في الإسلام يقولون فسعد رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فعطاه النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة قال يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة لا تأكل يا سعد إلا من حلال إذا أكلت من حلال صرت مستجاب الدعوة قالوا فكان سعد بعدها لا يأكل إلا حلالا حتى إنه عندهم في البيت داجن داجن هي العنز كانوا يشربون من لبنها كل يوم فدخلت هذه العنز يوما إلى بيت جيرانهم وأكلت من الشعير عند الجيران شعير أكلت منه من غير إذنهم فلما علم سعد بذلك امتنع أن يشرب من لبنها قال أخشى أن يكون اللبن تخلق من ذلك الشعير الذي أكلته من غير حله شفت شديدك كيف كان على نفسه أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان عنده غلام مملوك يرسله كل يوم ليشتغل فإذا جاء آخر اليوم جاء لأبي بكر بمال أو جاء بطعام أو نحو ذلك اليوم يذهب ويشتغل بناء غدا راح ويشتغل مثلا يستخرج ماء من البئر اليوم اللي بعده واحد عنده حصاد جاء وساعده بعدين أعطاه شوية شعير مثلا أو تمر أو نحو ذلك كل يوم يشتغل ويأتي بالمال إلى أبي بكر فيوم من الأيام تأخر على أبي بكر فجاءه متأخرا ومعه طعام خبز وكذا وضعها بين يدي أبي بكر هذا غلت اليوم قال أبو بكر ما أشاء الله وأخذه بدأ يأكل فقال له يعني هذا عشاءه فقال أخبرني اليوم ماشي اشتغلت قال اليوم ما في شغل اليوم راحة قال فمن أين الطعام قال كنت قد تكهنت لقوم في الجاهلية في الجاهلية قبل مثلا ثمان سنوات سبع سنوات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاءني قوم وعملت لهم كهانة قالوا إيش تتوقع أن يحصل قلت والله أنتم ستفعلون كذا يقول وأنا لا أعرف كهانة لكن أعطيتهم من رأسي كذا كلام فوعدوني أن يعطوني أجرا على كهانتي وعدوني أن يعطوني أجرا فمررت بهم اليوم وإذا عندهم عرس فمررت وقلت ترى أنا أطلبكم أجر عن كهانتي قبل كذا سنة قال فأعطوني من طعام العرس قال أبو بكر أعوذ بالله يعني هذا أجرة كهانة كهانة مثل الشعودة والدعاء على الملغيب هذه أجرة كهانة قال نعم قال أفلا كنت أخبرتني ثم جعل أبو بكر يضع أصبع في حلقه ليخرج النقمة قالوا يا أبا بكر لماذا تشدد على نفسك قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل لحم نبت من سحط فالنار أولى به فوالله لو لم تخرج معه إلا مع نفسي لا أخرجتها طبعا بالمناسبة الذي فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليس أمرا واجبا يعني الواحد لو أكل يعني عفوا بعض الناس مثلا ربما يكون في بعض البلدان ويأتي ويطلب طعام طلب مثلا سلطة ولا طلب بيتزا أو كذا من مطعم وقال له هذه البيتزا ما فيها ليست لحم خنزير قال لا لا ما هو بلحم خنزير هذه الخضاء مثلا ثم أخذتها أو سندويش أو كذا فلما أكلت شعرت بطعم ثم قمت وسألت مرة ثانية قلت أنت متأكد ما فيها لحم قال إلا بس سرى لحم قطع صغار والليه خضار لكن قطع صغار من خنزير وأنت قد أكلت منها لقمة أو لقمتين شرعا ما يجب عليك أن نقول لك يعني اجعل أصبعك في حلقك حتى تخرجها خلاص مدام أنك لم تعلم بذلك وأكلته وهي على هذا الحال عفو الله عما سأل المهم لا تكمل الباقي يعني مدام أن الذي ذهب ذهب خلاص ولا تآخذ عليه مدام أنك لا تعلم بهذا وهذا أمر معروف يعني مستقر لكن الذي فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو من شدة ورعه وخوفه من شدة الورع والخوف وإلا فلا يجب لكن الإنسان ينظر من أين اكتسب المال من حلال أم من حرام وأيضا فيما أنفق هذا المال خاصة إذا كان المرء يعني ينفق على أولاده ينفق على نفسه ينفق على والديه كان بعض السلف إذا أراد أن يخرج قالت له ابنته يا أبتي لا تكتسب إلا من حلال فإنا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر النار يقول عليه الصلاة والسلام هنا ويسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه قال وعن علمه ماذا عمل به هذا هو السؤال الأخير المعلومات التي عندك ماذا عملت بها يعني مثلا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه طيب هل أنت تعمل بهذا العلم سمعت مثلا أنه صلى الله عليه وسلم مثلا قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره طيب هل أنت فعلا تطبق هذا أنت أخذتها المعلومة قرأتها في كتاب أو سمعتها في محاضرة أو سمعتها من الخطيب عندك معلومة وصلت إليك هل أنت تطبقها في حياتك أم أنها ستكون حجة عليك يعني كون الإنسان يا جماعة ما يعلم يأتي الواحد يوم القيامة ويلقى الله وهو مثلا في الدنيا كان مثلا عفضا يأكل لحم الخنزير فلما لقي الله قال يا ربي ما أدريت أنه حرام أنا أسلمت في مجتمع جاهل وكذا ما كنت أدري أنه حرام أصلا هذا لا يؤخذ عليه لأن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لكن الكلام يا جماعة في من علم العلم ثم تعمد أن يخالفه أو لم يعمل به أو الكلام في من يدعي أيضا العلم كما أنه لا يجوز الإنسان أن يخالف العلم الذي تعلمه كذلك لا يجوز أن يدعي علما هو لا يعرفه مثل الذي يفتي بغير علم كما ذكروا أن رجلا كان يريد أن يكون له سيادة وظهور ومنصب فلم يجد هذا عند قوم قوم عندهم علماء وعندهم ولات وعندهم أمراء وعندهم قادة وشجعان فما استطاع أن يكون رأسا بينهم قالوا فخرج إلى قرية من القرى ودخل وعلم أنهم يحتاجون إلى عالم يعني ما عندهم إمام ما عندهم شيخ فقال أنا بكون شيخ خلاص أنا بصير العالم حقهم ودخل وبدأ يظهر عندهم أنه عالم وأنه مفتي وكذا فصاروا كل ما سألوه في مسألة أعطاهم الجواب وساق لهم حديثا من تأليفه من رأسه يعني مباشر يقول لهم قال صلى الله عليه وسلم كذا ويكذب يأتي بالأحاديث من رأسه فاجتمع قوم من عقلائه قالوا هذا الرجل إما أنه عالم كبير قد جاء الله تعالى به إلينا وهذا يعني كرم نزل علينا لا نستحقه أو أن هذا الرجل كذاب يحتال علينا ويتظاهر بالعلم وهو أجهل الناس طيب كيف نختبره طبعا هم ما عندهم معلومات أصلا يعني ما يستطيعون يقولون له مثلا هل حديث هذا من رواه البخاري ولا مسلم لأنهم هم أصلا ما عندهم معلومات على البخاري ومسلم أساسا مثل أنت لما تكون مثلا ما تعرف إنجليزي وتأتي إلى شخص يدعي أنه يعرف الإنجليزية ثم تسأل كلمة بالعربي تقول مثلا باب ما معناها فيضرب لك كلمة من رأسه بالإنجليزي ما تستطيع تقول له صدقت أو كذبت لأنك ما عندك معرفة تحكم من خلالها على صوابها وقطع فهؤلاء الناس قالوا نحن ما ندري ما عندنا معلومات نستطيع أن نحكم بها عليه لكن تعالوا نعمل له اختبار مدام أنه ما يجهل شيئا وكل شيء يدعي أن عنده فيه علم تعالوا نعمل له اختبار ما هو الاختبار قالوا ألفوا كلمة من عندكم نسأله عن معناها فبدأوا هذا قال خاء والثاني قال نون والثالث قال فاء وشين وألف وراء حتى جمعوا كلمة خنف شار الكلمة هذه ليس لها وجود في اللغة العربية لكنهم هكذا جمعوها من أنفسهم فما جاءوا إليه دخلوا على الشيخ وقالوا يا شيخ نحن اختلفنا في مسألة قال سبحان الله تختلفون وأنا حي قالوا والله يعني نتوب لله نعطيك المسألة قال اسألوني أنا ما أغرقت الباب عنكم اسألوني الله يجزيكم غير قالوا ما معنى كلمة خنف شار فقال آه هذه المعلومة قديمة هذه قرأتها وأنا شباب قالوا طيب أعطنا معناها قال الخنف شار هذا نبات ينبت في جنوب اليمن شوفي حدد بعد عشان يكون معلومة دقيقة قال هذا نبات ينبت في جنوب اليمن إذا أكلته الناقة أو البقرة أو العنز أمسك اللبن في ضرعها يعني صار عندها امساك حليب يعني يصبح الحليب ما يحلب لمدة يوم يومين يغلق يعني الثدي ما مات الحليب خلاص إذا أكلته الدابة أمسك اللبن في ضرعها ما تنحلب ولذلك الذين يبيعون النوق أو البقر أو كذا حتى يغش ويظهر للمشتري أنها تنتج حليبا كثيرا يطعمها من الخنف شار حتى ينعقد اللبن يمسك اللبن في ضرعها يومين وثلاثة فلما يدخلها السوق يكون ضرعها كبير مليء باللبن هذا كل كلام فضيلة الشيخ يعني لهم ثم قال وهذا معروف عند الفقهة وعند كذا وقد ذكره الشعراء في أشعارهم من ذلك قول الشاعر لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنف شار لقد عقدت محبتكم لله ما أكذبه سبحان الله وأسرع بديهته لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنف شار ثم قال وفيها حديث كثيرة من ذلك ما حدثني به فلان ويجيب رجال عمرهما سمعوا به فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما وصل إلى هالمرحلة بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أقبلوا عليه ووضعوا أيديهم على فمه قالوا اتق الله أنت كذبت على أهل اليمن وكذبت على الحيوانات وكذبت على الباعة وكذبت على الفقهة وكذبت حتى على الشعراء وعلى العشاق وبتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجوه من بينهم فهي المسألة هنا إما أن يدعي الإنسان علم ما لا يعلم أصلا ليظهر عند الناس شيئا وسوف يسأل عن هذا أو أن يكون عنده علم ويكتمه عن الناس أو أن يبتز الناس بهذا العلم يعني إنسان مثلا علمه الله تعالى علم الطب ثم جاءه المريض وهو يعلم أن دواء هذا المريض بطريقة العلاج لا يكلف ربما ولا خمسين ريالا لكنه بدأ يطلب من قال لا نحتاج ترى أشعة نحتاج تحليل ونحتاج ثلاثة نواع من التحليل ونحتاج كذا وكذا تحليل دم وتحليل بول وتحليل مدري إيش ونحتاج أن نفعل كذا وأن نصنع كذا هذا العلم الذي تعلمه في الحقيقة لم يعمل به لأن العلم الذي تعلمته وعلم الطب يقتضي منك أنك تكشف على حرارة وتقول عندك انفلونزة وهذا العلاج وخلصنا كونك تأخذ ثلاث أو أربع مراحل وأنت لا تحتاج إليها ستسأل عن ذلك وعن علمه ماذا عمل به ليس فقط العلم الشرعي حتى العلوم الأخرى سيسأل عنها الإنسان واحد يشتغل محاسب واحد يشتغل طبيب واحد يشتغل معلم واحد أي مهندس أي نوع من أنواع العلم وعن علمه اللي يعطاه الله تعالى ماذا عمل به ولذلك حتى الذين يصنعون أشياء لقتل البشرية بعض من عندهم معلومات في الكيميا والفيزيو وغير ذلك فيصنعون الأسلحة التي تدمر الناس وتقتلهم أو يصنعون بعض الفيروسات التي يتعمت أنها تبث في بعض المجتمعات لأجل مثلا يعني هو نوع من الحرب الفتاكة عليهم الحرب الفيروسية أو الجرثومية أو نحو ذلك كل من يعمل بهذه الأشياء العلم الذي أعطاه الله ماذا عمل به كعلما في الهندسة ماذا عملت به والأعظم من ذلك العلم الشرعي أعطيناك العلم الشرعي ماذا عملت به هل بخلت به عن الناس واحد أعطاه الله تعالى قدرة على حل المشاكل مثلا بين الناس حل المشاكل الزوجية وجاء واحد واستشارة في قضية وأنت تعرف الحل وتعرف الأسلوب الذي يستطيعني حل به مشكلته لكنك ودك أنك تدمر بيتك وتريده أن يطلق زوجته ويتفلت أولاده فتكتم عنه هذا العلم ستسأل عن ذلك يوم القيامة أو سئل إنسان عن شيء يتعلق بالشريعة حكم الأحكام الشرعية تعلق بالصلاة يتعلق بالزكاة بغيرها سيسأل عنه المرض والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح يقول من سئل عن علم فكتمه أي علم نافع ليس فقط العلم الشرعي من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة اللجام كما تعلمون هو اللجام الذي يوضع على الفرس فإذا كان كتم العلم الذي سئل عنه قال ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام هنا وعن علمه ماذا عمل به العلم أيضا يقتضي النصح للآخرين أنت عندك معلومات أن هذه طريقة حرام طريقة من طرق البيع أو قرض من قروض البنك أو شيء معين تعلم أن هذا حرام وقرأت في فتوى إذن أنت عندك العلم ثم رأيت أن فلان يتعامل بها شرعا يجب عليك أنك تنبه عن علمه ماذا عمل به رأيت فلان فرضا يتساهل بمثلا الغيبة يتساهل بالتعامل السيئ مع والديه أو يتساهل بتأخير الصلاة عن وقتها يصحى الصبح الساعة سبع سبعة ونص يطلع للدوام يصلي الفجر وهو ماشي أنت عندك معلومات وأحاديث إن هذا حرام يجب عليك شرعا أنك تنبه إذن يدخل في هذا النص أيضا وعن علمه ماذا عمل به يدخل فيه النصح للناس الدعوة يدخل فيه الأمر بالمعروف يدخل فيه النهي عن المنكر هل استغليت هذه المعلومات الشرعية في الخير وفي دعوة الناس أم استغليتها في غير ذلك هنا يقول عليه الصلاة والسلام يسأل عن أربع ختمها بهذه العبارة وعن علمه ماذا عمل به أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأسأل الله تعالى أن يعيننا عن الوقوف بين يدي ربنا جل وعلا وأن يجعلنا وإياكم بركين أينما كنا الإخوة في مؤسسة راف عندهم وقف اسمه وقف الوالدين جزاهم الله خير يجمعون له لأجل بنائه فيمكن الإنسان أن يتبرع لهم وجود هنا مكان للتبرع حتى لو نوى أن أجره لوالدين ونحو ذلك إن شاء الله تعالى أن أجره يصل أسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في هذا المسجد المبارك في بيت من بيوته وحللنا ضيوفا بداره جل وعلا أسأل الله تعالى أن يجعلنا في جنة وأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا عيش السعداء اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم اغفر لنا ولي آبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا اللهم احفظ أولادنا من صحبة الأشرار اللهم احفظهم من صحبة الأشرار اللهم اجعلهم بنا بارين ولأعيننا قارين يا رب العالمين اللهم يا حياة يومنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا تدع من بيننا من له حاجة يسألك إياها دائما إلا قضيت له حاجته يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة اللهم كن لإخواننا في كل مكان اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام اللهم اكشف عنهم الضراء والبأساء اللهم اجعل الدائرة لهم على عدوك وعدوهم اللهم اشف مرضاهم وفكاسراهم ورحم موتاهم وتقبل شهداءهم ووحد على الخير صفوفهم يا رب العالمين يأتل جلال والإكرام اللهم وكل أهلنا وإخواننا في اليمن وفي العراق وفي فلسطين وفي مصر وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين يأتل جلال والإكرام اللهم احفظ قطر وأهلها من كل سوء اللهم اجعل رزقهم دارا وعيشهم قارا اللهم من ارادهم بسوء او بلية فرد كيده في نحره يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه